وعن خطورة البناء على الأراضي الزراعية قال رئيس الوزراء أن هناك عقابا شديدا على التعدي على الأراضي الزراعية وأكد مدبولي أن الدولة تبذل جهدا هائلا في استصلاح الأراضي الزراعية ودفع مبالغ طائلة في معالجة وتوصيل المياه بيحزننا النهاردة مع الجهد الهائل اللي احنا بنعمله في استصلاح الأراضي الزراعية وبندفع مبالغ طائلة لتوصيل المياه معالجة المياه الأول لان طبعا احنا بنزرع كل اللي بنعمله وانا بأكد كل مشروعات الاستسلاح دي على نفس كمية المية بتاعتنا لكن كل العملين نعمله بنستثمر عشرات المليارات في اعادة تدوير المية ومعالجتها والاستفادة بكل نقطة مية عشان نعمل نزود رقعة زراعية في الوقت اللي الدولة بتعمل كل الكلام ده فيه نفاجأ باستمرار ظاهرة التعدي على الارض الزراعية والمواطنين مستمرين وفيه استمرار في عملية البنى على الارض الزراعية يا جماعة بالعقل يعني انا رايح بععد استثمر وقعد بالسنين عشان اطلع فدان ينتج وعندي الارض اللي ربنا مدهالي بقى لها الاف السنين ابني عليها وحييجي كل مواطن لسان حالي يقولها هي جت على القراطين بتوعي هم دول اللي حيفرقوا ايوة لان اللي بيحصل مش من واحد بيحصل من الاف فنتيجة كده بنلاقي ايه ان الاف القفدنة بتضيع فعشان كده الموضوع ده اصبح بالنسبة لنا قضية امن قوم يا جماعة لازم نتحرك وانا ايسف اقول لا لازم يكون هناك بقى يد قوية جدا من الدولة وعقاب شديد على اللي بيتعدى على ارض الزراعية